اشتركوا في القناة منا ومنكم الطاعات يا رب ويجعل ايامكم كلها خير وبركة مع بداية شهر شعبان المبارك كل عام وانتم بخير ضيب القمر موجود الان في منزلة الرشاة اللي هو اليوم موعد بث الحلقة اللي هو يوم الخميس طبعا احنا بنحكي دائما موعد من بث الحلقة قبل بيوم وبعدين اليوم اللي احنا بنذكره يعني انا ببث الحلقة يوم الخميس فهي تاخذ من يوم الخميس مساء من عند المغرب لغاية مغرب يوم الجمعة فعشان هيك بذكر انا ما قبل وما بعد اليوم فالان مثلا القمر موجود في منزلة الرشاة يعني ما زال القمر موجود في برج الحوت فهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يمكت القمر فيها لغاية موعد انتقال القمر لبرج الحمد اللي هو الساعة 12 و 52 دقيقة بعد منتصف الليلة اللي هي ليلة الخميس على الجمعة لا ينتقل القمر بعديها الساعة 12 و 52 دقيقة بعد توقيت جرينيج لا منزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد جيدة لعلاج الاسنان والعمليات الصغرى وتقليم الاظافر وحلاقة الشعر بما ان القمر موجود في برج الحوت ما زال من الان له الليلة بث الحلقة اللي هي ليلة الخميس لها بعد منتصف الليل معناته بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما منجح بالتركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي وفي هاي الفترة ممكن بعض الاشخاص يقعوا في حباء للغرام بوسعن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور واقتناء الالتصوير بالنسبة للزوايا طبعا اللي مؤثرة في منها مستمرة اللي هي زوايا البطيئة اول زاوية هي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين زحل وهاي اخر يوم لا الها بتأثيراتها بتسبب نوع من انواع التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردي الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للارهاق وبتضر بالصحة برضو هاي كانت سبب بان الفترة الماضية كان في يعني من يوم اثنين ثلاثة تقريبا لغاية اليوم او ما قبل اثنين ثلاثة لانو ذروتها اثنين ثلاثة يعني منقدر نحكي من يوم سبعة وعشرين بدأ اللي هي حوادث السير المرعبة اللي يعني بتكون بشكل مفاجئ وبرضو اللي لها علاقة بالاتصالات والمواصلات كلها كان في لها احداث اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين الشمس وبين اورانوس وهاي راح تكون في دروتها لغاية يوم خمسة ثلاثة طبعا برضو اليوم بتعزز قدرتنا الادارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا وكمان بتعزز قوة الحدث لدينا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الخطيرة اللي كنا ننبه منها واللي الاحداث الحالية اللي هي بين اوكرانيا وروسيا والعالم كله اللي لها علاقة بهاي زاوية هي زاوية اقتران سلبية بين المريخ وبين بلوتو وهاي كنا حكينا عنها في حلقة المريخ موجودة على القناة طبعا تأثيراتها لغاية يوم ستة ثلاثة بالنسبة لهي الزاوية هاي الزاوية لها دلالة على المشاحنات والعنف وحرب ودمار على نحو واسع وبتدل كذلك على انه هاي الفترة بتشهد باضرابات للعمال وبترافقها اعمال شغب او حوادث عنف وبتشهد هاي الفترة مقتل احد القادة او كبار الشخصيات في ظروف غامضة برضو بتدل على ازدياد حوادث العنف والاغتصاب والفضائح الجنسية وبتدل على حدوث انقلابات عسكرية او مؤامرات او عمليات تخريبية او ارهابية وتفجيرات وحراق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية كالزلازل وحرائق الغابات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الزهرى وبين بلوتو وهاي برضو التأثيرات لغاية يوم ستة ثلاثة بتدفعنا للعنف وبتجعل مزاجنا عدواني وعصبي زيادة وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة العاطفية بشكل مفاجئ وبرضو بتسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية اما بالنسبة للزاوية الاخيرة من الزوايا البطيئة هي زاوية اقتران ممتزجة ممتزجة يعني خليط ما بين السعودة والنحوسة في نفس الوقت وهي ما بين الزهرى وبين المريخ وهي تأثيراتها لغاية يوم سبعة عشر ثلاثة طبعا بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا نوع من انواع التفاهم مع الاخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة هذا من ناحية ايجابية اما من ناحية سلبية اكثر المتضررين هم المتزوجون واللي عندهم علاقات عاطفية وبتكون ضعيفة لانها بتخلق لهم مشاكل عاطفية الها توابع سلبية اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم الان موعد بث الحلقة اللي هو يوم الخميس ليلة الخميس على الجمعة في زاوية قبل خلو المسار ذكرناها يوم امس هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين المريخ الساعة تسعة واربعة وارعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر طبعا تأثيرات هاي الزاوية من ساعة عصر يوم الخميس لغاية بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار من الساعة التسعة واربعة واربعين دقيقة مساء من مساء يوم الخميس بيبدأ خلو المسار عنا وبينتهي بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة وهي اول ساعة من ساعات يوم الجمعة الساعة 12 و 52 دقيقة بعد منتصف الليل بكون القمر انتقل لبرج الحمل هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 12 و 52 دقيقة بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة بيكون القمر استقر في برج الحمل عشان هيك بصير تأثيرات اللي بنشعر فيها جميعا هي بعض صفات برج الحمل في هاي الفترة ففي هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للحمل منكون اكثر تصميما واكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا او نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة انه اقل صبر في التعامل مع الغير وهذا شيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ونكون اكثر عدوانية وفي هاي الفترة اللي هي فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن للي بعاني من مشاكل بالعيون انه يجري فحص فبكون ناجح او علاج لالها اذا استدعى الامر او ادخال تعديل على قصة الشعر او اقامة حفل ما بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية طبعا من الان موعد بث الحلقة لغاية بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة منركز على القدمين والاصابع القدم الغد النخامية الغد الصناوبرية هرمون مسكن الالام والهرمون المساعد على النوم هدول اللي بيكونوا فيهم مشاكل بعد منتصف الليل بصير الاعضاء الاكثر حساسية الرأس والاسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى باجراء العمليات الجراحية ما فيه اي مشاكل مناسب لأمور اللي لها علاقة بالتجميل ولكن ما بنصح فيها لانه الزهرة في مراحل اقتران وانتقال وهو منتحس فعشان هيك يعني اذا تجميل البشرة اوكي ولكن حقا وامور تجميلية كبيرة ما بنصح فيها بالفترة هاي طبعا لا يصلح لازالة الشعر الزائد يصلح لغص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للغص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا اليوم برضو مناسب جدا اكثر من الايام الماضية وهذا شيء لمصلحة الجميع بالنسبة لخلو المسار القادم طبعا بما ان القمر موجود في برج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الاحد يوم ستة ثلاثة يبدأ خلو المسار في ساعات الصباح الساعة 4 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 7.59 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمر يومين في تمام الساعة 5.41 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بصير عمره 3 ايام نسبة الاضاءة بتصير 10% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيد بنسبة 30% القمر في الحوت بده ينتقل للحمل ورح يمكث في الحمل لغاية يوم ستة ثلاثة سعيد بنسبة 15% عطارد في الدلو حتى يوم عشر ثلاثة منتحس بنسبة 25% الزهرة في الجديد حتى يوم ستة ثلاثة طبعا هي منتحسة الآن بنسبة 10% ولكن مع ساعات الظهر بتصير منتحسة بنسبة 25% المريخ في الجديد حتى يوم ستة ثلاثة طبعا وبعدين بده ينتقل لبرج الدلو وبلشت آثار الانتقال الآن واضحة تماما اللي هي أحداث العنف والأمور اللي نشعر فيها الآن بتزيد أكثر خصوصا مع فترة الانتقال وتأثيرات الانتقال هاي مستمرة لغاية يوم تسعة أو عشرة ثلاثة طبعا هو الآن سعيد بنسبة 30% ولكن مع ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% المشتري في الحوت حتى يوم عشرة خمسة سعيد بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم أربع ستة منتحس بنسبة 10% قرانوس في الثورة حتى يوم أربع وعشرين ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم تسعة وعشرين أربع سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيظل التعب يمسيطر عليكم تشعروا بنوع من أنواع الإرهاق ولكن مش مثل الأيام الماضية اليوم يعني تقريبا بيظل في نوع من أنواع الاضطراب اللي هو موعد بث الحلقة اليوم الخميس لغاية موعد بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل القمر رح ينتقل وصير عندكم فبتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود ولكن بتحذروا من مزاجكم وعصبيتكم كلامكم أثناء التعامل مع الغير رغم أن الأجواء إيجابية فيها كثير من الإيجابيات اليوم وكثير من موليد برج الحمل ويشعروا أنه في نوع من أنواع التحسن الواضح برج الثور بيظل النشاط من الآن موعد بث الحلقة لغاية بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة بيظل في نوع من أنواع النشاط والاتصالات والتواصل مع الأصدقاء الحوارات والنقاشات بيظلها ممتازة جداً بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة الأجواء بتتغير ويصير الجو غير مريح لأن القمر بيصير استقرب في برج الحمل وهو بيت متاعبكم فعشان هيك بتلزمكم هاي الفترة الانتباه أكثر لصحتكم بدكوا تحاضروا من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأن الأمر ممكن يتطور للأسوأ وما رح يكون لصالحكم يفضل عدم اتخاذ قرارات حاسمة أو إنجاز مواضيع مهمة برج الجوزاء من الآن لغاية منتصف ليل الخميس على الجمعة بتكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وعلاقاتكم مع المسؤولين وعلاقاتكم الاجتماعية وما في داعي للمبالغة والمجازفة وتشويه السمعة بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء وبترتاحوا لصحبتهم ممكن يتوجه لكم نهار يوم الجمعة دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أصدقاء الأجواء بتصير إيجابية وبوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أو أحد المعارض برج السرطان من الآن ولغاية منتصف ليل الخميس على الجمعة بتظل الأجواء جيدة على مستوى أمور السفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع الأجانب ولكن إذا كان في امتحان أو كان في مقابلة بتكوا تركزوا بشكل جيد وبتكوا تنتبهوا من عصبيتكم في بعض الأوقات لأنه هيك ممكن تخرج عن طورك أما من ساعات بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة بتكوا تحافظوا على هدوءكم وما تحاولوا إثارة الفتن برضو بتكوا تحافظوا على سمعتكم في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين هاي فترة مهمة وبتمتحنك أهم إشي إنك ما تضعف ما تستسلم ما ترتكب الأخطاء وحافظوا على رصانتكم وتمسكوا بمسؤوليتكم برج الأسد من الآن لغاية منتصف ليل الخميس على الجمعة بظل التركيز على الأمور المالية المشتركة فعشان هيك ممكن تتفحصوا حساب مشترك أو ولكن بتتمتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة يحافظوا على أموالكم وبرضو في نفس اللحظة دقق في حساباتك وأموالك ما تكفى الحد ولا تدخل بأي شيء حاسم بهاي الفترة من ساعات ما بعد منتصف الليل اللي هي الخميس على الجمعة ونهار يوم الجمعة بتنشطوا في الاتصالات وأمور السفر البعيد والعلاقة مع الأجانب وبتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية أهم شيء تنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة في الشوارع المفتوحة وتفقدوا أمتعتكم إذا كان عندكم سفر يعني بدك تتفقد كل أوراقك وأمتعتك أبدا أنتبه برضو أثناء القيادة وما في داعي للانفعال لأجواء إيجابية ودعم لا إلك برج العذراء من الآن ولغاية منتصف ليلة الخميس على الجمعة بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم مع شركائكم شركاء المال والعاطفة لأن القمل ما زال مقابلكم تماما فعشان هيك طاقتكم شوي بتكون ضعيفة ولكن من ساعات ما بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة ونهار يوم الجمعة الأجواء بتصير إيجابية وبصير تركيز على الوضع المالي فبتنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة ولكن بيكو تحذروا من النزاعات من الشريك في العاطفة أو المنزل والعمل عشان ما تكبر المشاكل بينكم وبرضو انتبهوا على أموالكم بشكل جيد في هاي الفترة برج الميزان من الآن لغاية منتصف ليلة الخميس على الجمعة بتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل أهم إشي إنكم ما تبادروا لأي عمل جديد بدكوا تنتبهوا لعملكم تنتبهوا لصحتكم لأنه ما زالت الأجواء ضغطة على مستوى من القمر في مراحل المقابلة في ساعات ما بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة بيصير القمر مقابلكم تماما فعشان هيك طاقتكم بتكون ضعيفة برضو بتكن تنتبهوا على صحتكم في هاي الفترة ابترغبوا في تعزيز شركاتكم نهار يوم الجمعة وتعزيز العلاقة ما بينكم بين شركاء العمل أو العاطفة وبرضو الأجواء إيجابية ولكن بتكن تنتبهوا من العصبية والمشاكل وبرضو تنتبهوا من أثناء عملكم من بعض الإصابات أو الالتهابات على أنواعها برج العقرب من الآن لغاية منتصف ليلة الخميس على الجمعة بتظل الأجواء العاطفية ممتازة وقوية عندكم وبتميلوا للتواصل مع أحباكم والتوجاوب معهم الأجواء إيجابية ودعمية بشكل قوي ولكن من بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة ونهار يوم الجمعة بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم خصوصاً الصحة وأمور العمل لأن القمر بصير موجود في بيت الصحة والعمل وبيضغط عليكم بشكل كبير فعشان هيك بصير يغلب عليكم طابع العنف والعصبية وخاصة مع الأحبة والأولاد فبدكوا تحذروا بشكل كامل وفي نفس اللحظة ما تبدروا لأي شيء في مشاكل ما بينكم بين زملائكم في العمل برج القوس من الآن ولغاية ساعات منتصف ليلة الخميس على الجمعة بدكوا تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم وتنتبهوا من أي خلاف أو سوء تفاهم ما بينكوا بين أفراد العائلة ممكن تهتم لبعض التصليحات أو المصريف العائلية أو المنزلية أو أمر عائلي يهمك من بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة ونهار يوم الجمعة الأجواء بتصير إيجابية جدا وبتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم وبتصير الأجواء عاطفية بشكل كبير ولكن حاولوا أنكم ما تفتعلوا أي خلاف في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة لأنه شوي مساجك في بعض الأوقات بتفقد السيطرة عليه وبصير حاد جدا برج الجديد طبعا من الآن لغاية منتصف ليلة الخميس على الجمعة اللي بتقدم لإمتحان بدوا يركز بشكل جيد تنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة أثناء تنقلاتكم وأثناء حواراتكم ونقاشاتكم الأجواء بيظل فيها نوع من أنواع الإيجابيات ولكن حاولوا أنكم تركزوا بشكل جيد من بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة ونهار يوم الجمعة بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية ولكن شوي بتكون عصبيين أكثر وهذا الشيء ممكن يسبب سوء خلاف أو موضوع عائلة شوي تهتم فيه أو يصير تركيز أكبر عليه ممكن تظهر بعض المشاكل أو الأعطال المنزلية اللي تهتم فيها بشكل كبير أهم شيء أنك تحذر من مزاجك والخلاف أو سوء التفاهم ما بينك وبين أفراد العائلة إذا كان عندك تنقلات بالسيارة زي ما حكينا بدك تكون منتبه برج الدلو من الآن موعد بث الحلقة ولغاية منتصف ليلة الخميس على الجمعة بتكون تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وتنتبهوا لأموالكم ونفقاتكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين رح تظهر بعض المصاريف أو ترتيب بعض الفواتير في هذه الأثناء ولكن بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة إلى غير ونهار يوم الجمعة الأجواء بتصير إيجابية ودعم لألكم بتنشطوا كثير بالاتصالات والتناقلات من المحتمل أن يعاني البعض منكم نوع من أنواع المشاكل أو النزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو مع الزوج لأسباب بتعود إلها علاقة بالمال وإلها علاقة بإشي إلها علاقة بطريقة التوصيل المعلومة ممكن سوء تفاهم أو انتقاد برج الحود من الآن إلى غاية منتصف ليلة الخميس على الجمعة إلى أجواء جيدة وعندك قدرة عالية جدا وعندك نشاط مع هيك ما تبادروا لعمل أي شيء جديد بل وصلوا أعمال كل بدأتوا فيها من قبل يعني بشكل روتيني رغم أن الأجواء إيجابية ودعم لألكم إلا أن فترة خلو المسار ما مننصح فيها بأي شيء جديد من ساعات ما بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة ونهار يوم الجمعة بيصير التركيز على الوضع المالي فتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم والاهتمام بالأمور المالية ولكن بيكون مزاجكم شوي سيء وبتكونوا قليلي الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نوع من أنواع النزاعات مع محيطكم فعشان هيك الانتباه للميزانية الانتباه للأموال قلة المصاريف هي أفضل شيء وضبط الأعصاب هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء